خلال الساعات اللي فاتت زاد الكلام عن تعديل الوزاري المتركب في مصر وتصدرت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت خاصة مع خروج بعض المصادر وتأكدهم على تغيير عدد من الحقائق الوزارية بعد المناقشات المكسفة خلال الفترة الأخيرة وفيه احتمالات وتوقعات كبيرة بتقول انه هيتم معرض تعديل الوزاري على البرلمان قبل فضل دور الامانيكات المحتمل الاسبوع الجاري وفي فقرتنا النهاردة هنوضح لحضراتكم تفاصيل التعديل الوزاري اللي هيتم خلال أيام وهنقلكم مين اللي هيتغير ومين اللي هيتستمر تابعونا التعديل الوزاري المرتكب في مصر وفق للدستور فإن موافقة مجلس النواب على إقراء التعديلات الوزارية لازم تصدق من قبل رئيس الجمهورية عشان يتم بعدها أداء اليمين الدستوري وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضابط إجراء التعديلات الوزارية حيث منحت الحق لرئيس الجمهورية إجراء التعديل بالتشاول مع رئيس مجلس النواب على النيورسل لمجلس النواب وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضابط إجراء التعديلات الوزارية حيث منحت الحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل بالتشاول مع رئيس مجلس الوزارات على النيورسل لمجلس النواب والمدة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتاب إلى مجلس النواب يبين فيه الوزراء المرود إجراء تعديل فيها ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة وكان مجلس النواب قرر خلال شهر يناير اللي فات استجواب الحكومة المصرية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهذا ما يجعله الأول من نوعه تحت البرلمان دم لأداء ورقابي على الحكومة قالت مصادر الحكومة المطلعة أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى عدة اتصالات ومشاورات خلال أجازة عيد الأطحى المبارض لإنهاء التعديل الوزاري المرتقب حيث من المتوقع إجراء حركة تعديل الوزاري كبيرة تشمل 10 حقائب وزارية قابلة للزيادة إلى جانب إجراء حركة تغيير في المحافظين عجب إعلان التعديل الوزاري وخاصة أن التعديل الوزاري سيشمل وزارة الدولة لشؤون الإعلام والتنمان المحلية والتعليم العالي وشؤون مجلس النواب وقطاع الأعمال والبترول والسروة المعدنية والبيئة وأن التعديل الوزاري كان يطالق إحدى الوزارات السيادية المهمة ولكن هذا الأمر لم يحسن بشكل نهائي وما زالت المشاورات خاصة به جارية حتى الآن والمصادر قالت أنه هيتم الإعلان على التعديل بشكل نهائي آخر الأسبوع الجاري أو منتصف الأسبوع المؤمن بعد الانتهاء من المشاورات مع مجلس النواب وقيادات بعض الأحزاب الكبرى وبكده تكون خلصت فاكرتنا وهناستنى رأيكم في الكومنتات ونشوفكم في فاقرة جديدة إن شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة